خلونا نروح بقى من الأخبار اللي حصلت انبارح لأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى أول خبر معنا بيقول إن الجامعة العربية هتعقد دورتها العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال اللي بيتضمن 11 بند البنود دي بتتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية وفي مقدمتها تأرير الأمين العام بين الدورتين 157 و156 و157 وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة هيعملوا النهاردة ورشة عمل بعنوان القيادة الفاعلة وحتستمر لمدة يومين وحتنائش تنمية المهارات القيادية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة النهاردة آخر يوم في التقديم لمرحلة رياض الأطفال للسنة اللي جاية في المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والنهاردة مدرية القوى العاملة في بني سويف ستبدأ في قبول طلبات الراغبين في التدريب المجاني لمدة يومين من حملت الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام والميكانيكا والكهرباء والبرادة وده ضمن تأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في إحدى المصانع في المحافظة النهاردة مدرية الثقافة بالجيزة هتنظم مؤتمر المؤتمر ده هيكون بالبحيرة عفوا هتنظم مؤتمر المؤتمر ده هيكون تحت شعار معا ضد الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة المؤتمر هيكون فيه فعليات فنية وثقافية متنوعة لدعم ذوي الهمم ترجمة نانسي قنقر